اشتركوا في القناة ان شاء الله من الأسبوع المقبل من جديد في برنامجيها دولة النساء وبرنامج غراس فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ويسعدنا الترحيب ونحن في ضيافته دائما في كل أسبوع في برنامجه وهو ملك هذا البرنامج وسيده الدكتور إبراهيم بوزيداني الاستشاري التربية والأسرة حياكم الله دكتور أهلا بكم سيد المعتز صلى الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويبارك فيكم آمين هذا برنامجكم بالعكس يعني أكرمكم الله يا سيدي وأيضا نقتنم الفرصة لنوز جهة تعازي الأستاذ علياء في وفاة أختها صلى الله سبحانه وتعالى يرحمها وأن يسكنها آمين فسيحة جنته آمين آمين رحم الله الفقيدة وعظم الله أجر أختنا علياء شاكر إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سنفتح موضوع مهم مؤثر على كثير من عائلاتنا لربما يظن البعض أنه قد يكون بعيد عنه ولكن قد يكون بالفعل هو قريب من كل واحد فينا من كل طفل عندنا خاصة الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة خاصة مع الأخبار التي بدأنا نسمع عنها وأخيرها كان قبل أيام حادثة الاغتصاب التي حصلت لطفلة عمرها خمسة سنوات في مصر دخلت حمام الرجال بالخطأ وبالأمس طرحنا الموضوع بشكل جزئي في برنامج استوديو قاف ولكن في هذه الحلقة من برنامج غراس مع دكتور إبراهيم بوزيداني سنخصص الحلقة كاملة للحديث عن الإساءة الجنسية لأطفالنا كيف نتفاداها كيف نحمي أبنائنا منها بالطرق السلمية والطرق الصحيحة والسليمة منذ الصغر وكما ذكر الدكتور بالأمس هذا يبدأ من عمر ثلاث سنوات دكتور كما ذكر صحيح نعم إلا من نقل قبل هذا السن قبل هذا سندخل الآن بالتفاصيل ولكن اسمح لي أذكر مشاهدينا بأن البرنامج بالأساس ومنكم وإليكم تفاعلي مباشر معكم على الهواء مباشرة نسعد باستقبال أسئلتكم وتفاعلكم واستشاراتكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم إما بوضع سؤالكم أو مدخلاتكم بتعليق من خلال فيديو البث المباشر على صفحة قافة تفاعلية أو بالاتصال المباشر الهاتف من خلال أرقام التي تظهر لكم امتباعا على الشاشة دكتور الإساءة الجنسية للأطفال هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم أو تحديدا كيف نحمي أبناءنا وأطفالنا من الإساءة الجنسية نعم صحيح وهي يعني لا أدري كيف توصفونها ولكن هل نحن اليوم ممكن أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة أن الإساءة الجنسية للأطفال بشكل عام هل ممكن أن نوصفها بأنها ظاهرة اليوم دكتور في الحقيقة التسمية أولا بعض يسميها الإساءة الجنسية وبعض يسميها التحرش اينا على كل حال كلمة التحرش تكون أقوى لأنها وقعها على القلب وعلى الوجدان يكون أشد وهو هذا الواقع نحن نتحدث عن التحرش قبل الاقتصاب طبعا يعني أنت تكلم على الشيء هو يقود لهذا الأمر اينا وأيضا الإساءة هو معنى عم يكون في هذا يعني الإذاية الجسدية المباشرة وقد يكون فيها أمور تمهيدية أخرى نعم تقود إلى هذا الفعل طبعا الآن هذه المسألة أستاذ معتز ليست بالأمر الذي يخفى أو بالأمر الذي يجب أن يتجاهل أو أن نحاول أن نبعده عن المرأة أو المسمع هذا الأمر موجود الآن وأصبح إشكال من الإشكالات الكبرى والمشكلة أن الإحصائيات ربما لا تعطى بطريقة واضحة وأيضا الكثير من الأسر تحاول أن تخفي هذا الإشكال الذي يقع تخفيه إذا حصل طبعا لماذا أستاذ معتز لي أن المشكلة في بعض الحالات تقع بين أفراد الأسرة من الأقرباء هذا هو الإشكال لأن الآن بعض الحالات حفاظا على العلاقات الاجتماعية حفاظا على العلاقات بين الناس يحاولون دفن هذه المواضيع لكن هذه الأمور تقع بصفة تستدعي من الناس والمختصين وحتى المؤسسات أن تنظر إليها بنظرة حذر ونظرة ريبة وخوف والبحث عن آليات لحل هذه الإشكاليات جميل حتى نصل إلى الحال دكتور لو تحدثنا عن أساس هذه المشكلة أصولها كيف جاءت إلى مجتمعاتنا اليوم الآن هذا المسألة بعض الناس يصنفه على أساس أنه اضطراب يسمى بالإنحرافات الجنسية أين؟ البروفوبيا يعني هذا كاضطراب معنى أن بعض الناس عنده توجه جنسي غير سليم غير طبيعي هذا الشخص هو شخص في مقياس أو معيار علم النفس هو شخص مريض عنده اضطراب يحتاج إلى علاج نفسي جميل لكن الإشكال الذي وقع هو أن بعض الناس أرادت أن تخرج هؤلاء يعني هما دائرة الاضطراب ماذا يقصد به؟ يقصد به أنه يفعل هذا الشيء بدون رضا الطرف الآخر أين؟ يعني هنا يصبح اضطراب لكن لو يحدث بالرضا وبالتوافق يصبح توجه أو اختيار أو خيار حياة هذا إذا الشخصين قادرين على أن يقوموا بالاختيار؟ لأن الآن هو الآن على مسألة السن باعتباره يعني فيها بعض التخريجات القانونية السلبية في بعض الدول اينا يعني بما أن الطفل لا يملك قراره يمكن الولي يعطي له يعني بعض الدول تتعامل مع هذه المشكلة لماذا؟ لأنه فتحوا باب هذا الانحراف وما عرفوا كيف يغلقوه وما عرفوا كيف يفصل بين ما هو مقبول وما هو توجه طبيعي حسب رأيهم وما هو شيء خارج عن الفطرة نحن كثقافة إسلامية نرى أن هذا الأمر خارج على الفطرة وخارج على الدين وهذا الأمر لا يوافقنا لا من بعيد ولا من قريب فلهذا نحن ننظر عليه على أساس أنه اضطراب هذا الاضطراب يمستلث نواحي في الإنسان الناحية نواحية التوجه العاطفي أو الميول ناحية السلوك وفي بعض الحالات هو الأعماق يكون في الهوية الجنسية بعض الناس هو يعيش رجل بعقلية الجنس المغاير أو امرأة جنسية الشخص المغاير أو في بعض الحالات هو يعني يريد أن يغير نظرته لنفسه غير قابل للوضعية التي هو فيها الوضعية الجسدية فهذه كلها عبارة عن انحرافات كيف نصل إلى هذا النوع من الانحرافات كيف يصبح إنسان بهذا النمط من الحياة أو بهذا النمط من الفكر هنا يكون الإشكال هذا الأمر في العادة يكون صناعة كيف يصنع الإنسان المنحرف الإنسان المنحرف يصنع عن طريقين الطريقة الأولى هي الطريقة التي يكون فيها إهمال من الأسرة الطفل يبدأ بناء هوية الجنسية ابتداء من السن الثالثة كرسم لمصار حياته قبلها تكون مراحل تمهيدية الطفل يرى ويسمع ويحتك بالأب والأم لكن عندما يصل إلى السن الثالثة ماذا يحدث؟ هذا الطفل تحصل له حالة ما تسمى بالتوحد ليس التوحد الحالة المرضية هو التوحد بمعنى النفسي بمعنى أن الطفل يحكس شخصيته على أبيه أو أمه إن كان بنتاً تحكس أو توحد نفسها مع الأم وإن كان صبياً يوحد نفسه مع الأب ما معنى هذا؟ يعني أن الآن الطفل يريد أن يصبح مثل أبيه يقلده هذا فطري أم بصنع التربية؟ هذا فطري إلى الآن نحن نتكلم عن الجبرة الآن إذا قامت الأم بدورها كامراءة في البيت ورسمت النموذج الذي يجب أن يحتذ به أمام ابنتها فهي رسمت هذا طريق التوحد بطريقة سليمة الأب الذي يقوم بدوره لهذا شوف سبحان الله نحن عندما نرى في الإسلام لماذا الإسلام يحث في مرحلة من مرحل حياة الطفل أن يرافق الطفل أو يرافق الطفل أباه للمسجد للخروج لماذا؟ لأنه يرسم تماماً يرسم له معالم الرجولة معالم الحياة كرجل كيف يرى الناس فيكون عنده نموذج لهذا نجد أيضاً في زمن قريش يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل كانوا يرسلون الأطفال للبادية صحيح لماذا؟ لأنه هناك تعلم معاني الرجولة ينطبع فيه هذه الأخلاق وهذه الصفات الإشكال الذي نقع فيه الآن هو أن في بعض الحالات الطفل لا يجد هذا النموذج مجسداً أمامه الأب يكون غائب لا يراه ذهب للشغل لا يعود إلا لله يعني ما يجد الطفل النموذج فالمشكلة عند الذكور تحديداً هنا حتى البنات لأنه بعض إذا كانت الأم أيضاً لا تقوم بدور لأنه هي مسألة دور يعني البنت أو الطفل يجب يتفرغ له لكي يرى الأم أو الأب ينبيه هذا لا تفعله البنات هي أم يتشبهنه أو أنا أشبهها فإذا أنا أتقل أتقلدها أو أحاول أن أتبنى سلوكها أو أيضاً هنا الأب أو الأم يعطيه يا بنيتي لا تفعل هذا هذا لا يليق بالبنت يا بنيتي البنت يجب فتبدأ ترتصم هذه المعالم إذا الأم أو الأب فالرطاء في هذا الدور يكون إشكال في بعض الحالات ماذا يحدث؟ ينتقل الطفل إلى الكرتون أو التلفاز أو أجهزة هنا ماذا نجد؟ نجد أن الدوائر الغربية التي تريد أن تحرف أو تعيد توجيه العالم الإسلامي هي ترسم الهوية الجنسية عند أفضلنا ترسم الهوية الجنسية من خلال الأفلام الكرتون ونرى الآن التركيز الشنيع على هذا الأمر لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا السم ترسم فيه الهوية الجنسية للطفل موضوع حطير هذا الدور جداً الناس تعرف ماذا تفعل يا أستاذ معتز يعني الناس هؤلاء جالسين يدرسون شغلهم فقط دراسة سيكولوجية الإنسان ويرسمون ويصممون الأدوات العلمية والأدوات التسليل وكلها كلها على قصد واحد معدد وهو أن يسير الإنسان في المستقبل على الخطة التي هم يريدونها طبعاً نحن نقول من نسنا من هوات النظرية التآمر لكن هذا الأمر الموجود لماذا؟ لأنهم عندهم سياسة عالمية توجه عالمي يريدون أن يطبعوا هذه الأشياء في قلوب الأطفال في نفس الوقت الذي تنشر فيه مثل هذه الأفكار نجد بعض الدول تعمد على إغلاق المساجد وإغلاق حلق القرآن والمؤسسات القرآنية يسفهون هذا ويعلون من شأنها للأسف فتجد أنه يوجد هناك نوع من التنسيق في تدمير ذات الطفل هذا وأنا كنت قلت في حلقة سابقة أن مسألة الجيل زا إكس هذا نسموه أو جيل زاد هو الجيل الذي سيبدأ عمله من الفين وثلاثة وعشرين يعني هو عندما ترى منذ أن بدأ رسم معالم التوجه الجديد للعالم المائة سنة تنتهي في الفين وثلاثة وعشرين بمعنى أن هذا الجيل الذي يرسم أو ترسم معالمه الآن هو الذي سيصبح المعلم ويصبح الأستاذ ويصبح الطبيب ويصبح الإطار ويصبح 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 بمعنى أن هذا الجيل سيرسم معالم المائة سنة القادمة فبالتالي الشغل عليه شغل رهيب جدا لهذا على الآباء والأمهات الدور الأسرة دور المعلم دور المربي عظيم وعظيم جدا الآن في رسم معالم شخصية الأطفال في كل المستويات جميل نعم جميل دكتور يعني كلامك طيب جدا لكن قد يرى البعض بأنه يعني توصيفك بهذه الطريقة ماشي أنا أتفق جزئيا معك لو ربما البعض يقول لكن أيضا دكتور هناك إشكال آخر وهو فكرة الكبت الموجود عند المجتمعات خاصة الشرقية والإسلامية والبعض لما نتبعت خاصة على الخبر الأخير هذا الذي في مصر البعض يعني كرر كثيرا بأنه للأسف حالات كما يقولون حالات مثل هذه لا تحصل بالمجمل إلا في بلادنا روع الغرب ما بتشوفه شيء كثير حالات من هذا النوع فبالتالي المشكلة عندنا وليست بالأساس في تغيير هوية جنسية كما ذكرت هذا الطرح هذا هو واحد من المعالم التي رسمت في أذهن البشر وهو أن هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الشرقي وأن المجتمع لا هذا الأمر لا يبنى على الإنفتاع هذا الرسمة هذا التصور أو هذا التوجه أن هذه الظواهر موجودة في الشرق لأنه بين قوسين منغلق ومنغلق وما يوجد في الغرب بالعكس النتائج الإحصائية تثبت أن هذا الأمر في الغرب موجود أضعاف ما هو موجود في الشرق المشكلة الموجودة عندنا هي الآن هي أننا نعيش توجه أو تحول في بناء الأسرة تحول في بناء المناهج التعليم فأصبحنا غير محافظين على ما كنا عليه وغير قادرين على تبني النموذج الجديد هذا الإشكال الذي يحدث الآن لماذا؟ قضية التربية أو بناء الهوية هذه مسألة ثقافية هذه مسألة تخضع إلى طبيعة المجتمع الآن المجتمعات فيها مشكلة لماذا؟ لأن يجد الأب أنه يدفع نفسه للتغير لأن يتبنى أفكاراً جديدة نموذج الأسرة بدأ يتغير هذا التغير خلق نوع من الارتباك داخل الأسر المسلمة لماذا؟ فئة تريد الحفاظ على أصولها والحفاظ على دينها الحفاظ على موروثها فئة أخرى تريد أن تغير التغيير يجب أن يكون طريقة مدروسة ليس أنك تقلد بدون أن يكون عندك مقومات التغيير جميل فهذا الأمر هو الذي خلق الإشكال الآن الناس الذين يقومون بهذا الشيء هل في العادة تجدهم ناس أرادوا أن يعيشوا بطريقة منفتحة أرادوا أن يطلقوا العنان لنزواتهم وفكرهم أرادوا أن يتحرروا من بعض مبادئ الدين من بعض مبادئ الأخلاق فوقعوا في هذه الإشكاليات هذا الأمر بالضبط تحديداً لو نرجع إلى سنوات مضت في المجتمع المسلم ما كان موجود لماذا؟ لأن المجتمع كان ينفر أو يدفع أو يبعد أي شخص أو أي وحش من الوحوش التي تفترس هؤلاء الأطفال لماذا؟ لأن المجتمع كان حازم في هذه المسألة لا يريد أن يفتح المجال ولو بميليمترات لمثل هذه الأشياء لكن الآن لأننا وحازم في إظهارها دكتور لكن هل هي لم تكن موجودة؟ على الأقل ليست بالطريقة التي موجودة الآن وأيضاً إن وجدت المجتمع كان يرفضها أصلاً فبالتالي لو أحد فعلها فيفعلها في السر في الخفاء الآن أصبحنا نطرح مشكلة كيف تحمي طفلك لماذا؟ لأننا أصبحنا غير قادرين على أن ندفع هذا الشر نضع المستعب فأصبحنا نبحث كيف يا أيها الأب وأيها ترمم تجد طريقة وأسلوب لتحمي طفلك طب توصيفك في البداية دكتور أنه مرض نفسي في علم النفس مرض بالنسبة للمعتدي تماماً هو هون الإشكال هذا هل يعفيه من جريمته أو لا تسمى جريمة؟ هذا نحن نقول اضطراب ليس بمعنى أنه غير قادر على السيطرة عليه أو أنه مغلوب عليه وإنما هو توجه لهذا نحن نقول صناعة هذا الوحش البشري لماذا؟ هو الآن هذا الاضطراب كيف يكون؟ في العادة قد تجد أن هذا الطفل هو ضحية لشخص آخر أو قعه في هذا المشكل فهو الآن أصبح تتكلم عن من تغيرت هويته الجنسية عن الجاني عن من أصبح هو يحتدي ربما تماماً ربما هو كان ضحية احتداء في مرحلة من المراحل ربما هو لم يستطع أن يبني هوية جنسية سليمة نعم ربما عنده انحراف فيما يخص توجهه هو بناه هو تبناه بنفسه بإرادته فإذن هذا الأمر لهذا عندما نجد في الإسلام تعامل الإسلام مع مثل هذه الحالات تعامل حازم يعني تعامل ما فيه مفاهمة ولا فيها فلهذا الآن هذا الأمر هذه الأبواب التي فتحت على أساس أن هذا الأمر هو في بعض الحالات يعتبر كتوجه أو كخيار أو كنمط حياة أنت الآن عندما تجعل هذه الفسحة أو تجعل هذه الرؤية هذا الشخص يجب أن يجد موضوعاً يطبق عليه ما يريد وما يرغب فيه نعم فأنت الآن أعطيته مبرر نفسي لكي يقوم بهذا الفعل فبالتالي عندما نقول اضطراب لا نقصد أنه اضطراب يفقد وعي الإنسان بحيث يصبح غير لا هو يمكن أن يسيطر عليه ويمكن أن يتابعه وإذا اعتبر أنه اضطراب يمكن أن يلجأ إلى المختص ليعالجه لكن هو أراد أن يعيش بهذا الأمر وأن يطبق ويتبع نزواته وأن يكون عالى على المجتمع وأن يكون خطر فهنا الدور علماً على المجتمع في أن يجعل هذا الشخص يحترف بمرضه لكي يعالج أو أن ينسحب لكن المشكلة الآن أن هؤلاء الناس موجودين ضمن المجتمع وأصبحوا يعني كما يقولون منتشرين وأصبحت الظاهرة موجودة وأصبح هناك لا يوجد رادع قانوني مخيف أو يجعل الناس تبتعد فلهذا أصبحنا الآن نبحث على آليات كيف نحمي أبناءنا من هذا الإشكال جميل طب لو سألنا عن الأطفال تحديداً واليوم الإساءة الجنسية أو التحرش أو الاعتداء أو حتى الإغتصاب لا ربما مفهوم أن يكون من رجل أو ليس مفهوم يعني هو أكيد جريمة لكن من رجل إلى امرأة مثلاً لكن أن يتعرض طفل لاعتداء جنسي لماذا الأطفال تحديداً اليوم أصبحوا يتعرضون لهذه الإساءة؟ لماذا لأن الطفل موضوع سهل بالنسبة لهذا الوحش أو هذا الإنسان المنحرف لماذا لأن الطفل هذا يمكن استدراجه بسهولة يمكن أن يعني يقترب منه بسهولة يمكن أن يحاول أن يحصل على ما يريد منه بسهولة يعني الطفل هو موضوع لهذا الأمر لأنه شخص ما يستطيع يدافع على نفسه ما يستطيع أن يظهر عدم رغباته فهو شخص يعني ضعيف كما حصل مع الطفل قبل أيضاً؟ تماماً يعني هي مش عارفة شو صار معها تماماً لماذا لأنك أنت يعني طريقة الاحتيال يعني يأتي الطفل يستدرجه بقطعة حلوة يستدرجه بأنه يعرف أباه أو يعرف أمه أو يعرف أخاه فالطفل هنا يعني مع سذاجته مع بساطته مع ميله الاحترام الكبير يلجأ أو يسعى أو يذهب لمثل هذا المصير السيء فلهذا هؤلاء الناس نعتبرهم ناس عندهم اضطراب ليس بمعنى الاضطراب الذي يفقد الوعي ولكن هو اضطراب بمعنى أنه شخص فاقد للأخلاق فاقد للقيام يستغل ضحف الغير يستغل ضحف الطفل يستغل سذاجة الطفل فعوض أن يوجهه ويعلمه يستغل هذا من أجل أن يشبع نزواته الخاصة فهذا هو يعني من ناحية نفسية يختلف دكتور نظرة نفسية لشخص يعتدي على يتحرش مثلاً بامرأة أو فتاة كبيرة وبين شخص يعتدي أو يتحرش بطفلة؟ يعني الأمر هذا ليس بالضرورة قد نجد الراجل يعني شخص يعني عنده موضوع الإشباع يعني يكون مع الصغير والكبير وقد نجد بعض الناس يميل إلى الصغير أو الطفل الصغير بصفة خاصة وهذه ما يسميها يعني يسموها في الخلف أنه عنده مشكلة توجه هو كلاهما مشكلة طبعاً أن يكون هناك إشباع مع الطفل أصلاً طبعاً هذا لذاته نحن نقول أنه عنده اضطراب في التوجه الجنسي يعني أنت من المفروض عندك غريزة هذه الغريزة عندها مصار للإشباع يعني الطبيعي لكن أنت تتوجه لموضوع غير طبيعي لإشباعها بمعنى أنك عندك اضطراب عندما نقول اضطراب لا يعني هذا أن الإنسان هذا فاقد للوعي وغير قادر على التحكم في نفسه لا يفعلها بقصد و بإرادة و بتخطيط و برؤية و بغيرها فإذن نحن نقول فقط اضطراب بمعنى أنه مختل يعني غير سوي ليس بمعنى أنه مريض يعني يرفع عنه الملامة و يرفع عنه التقليل لكن ما الذي يعني ما الذي يضطرب عنده فيجعله ينظر إلى الطفل بالناحية الشهوانية هنا عندها عدة تفسيرات قد يكون هذا الشخص عنده هو يعني تجارب سابقة فيكون هذا نوع من الانتقام لذاته وأنا رأيت حالات مثلها رأيت يعني بعض الأطفال عاشوا هذه التجارب في الكبر أصبح يعني سلوكهم منحرف بناء على التجربة التي عاشوها هم أنفسهم هذا واحد في بعض الحالات هذا الانسان هو غير قادر على إدارة عواطف الجنسية يرى أي شخص يعني كما يقول نحن يستسيغه أو يراه يعني بالنسبة له يلبي له بعض المعاني التي هو يراها أو يبحث عنها يعني هو عبارة عن توجه يعني كما نقول نحن الانسان بعض الانسان يبني توجهاته أو يبني نظرته أو خياراته على بعض الخصائص التي هو يفضلها فهنا يكون نسميه عنده خلل في التوجه هذا الانسان عنده عدم سواء في اختيار الموضوع هذا الانسان يحتاج إلى إعادة سياغة إعادة ترتيب هذا الأمر قد يكون عنده أبعاد نفسية مجتماعية هو عاشها أو قد يكون هو عبارة عن عملية انتقام أو يكون في بعض الحالات يعني فقط يعني قرار اللحظة وبكل أحوال بحاجة الإعلاج في كل الأحوال يعني إما هو قد تجاوز هذا الأمر ودخل في أمر كما نقول نحن يعني تجاوز شرعي وأيضا هذا التجاوز شرعي له أساس في اختلال نفسي واختلال فطري لهذا نحن عندما نقول بناء الهوية الجنسية للطفل من صغره لكي لا نصنح هذا الوحش في المستقبل طب على بناء الهوية الجنسية دكتور البعض يخشى من أن يتحدث أو يربي التربية الجنسية لأطفاله ويعلمهم بعض التفاصيل التي بالتأكيد لها أساسات في العلم التربوي حتى لا يفهم الطفل هذه الأشياء فتؤثر عن نفسيته وهذا بده يدفع إلى سؤال لأنه ما تأثير هذا الاعتداء على الطفل وهل يختلف بالإشارة إلى هذا الخوف هل يختلف الاعتداء الجنسي على الطفل في حال كان فاهما ماذا يفعل به وفي حال لم يكن فاهما طبعا الآن هذا الأمر الآثار النفسية التي تترتب على مثل هذا الاعتداء هي آثار عميقة جدا وقد لا تزول بزوال الزمن قد لا تزول خطير مخيف على ذو الله دكتور لأن هذا الاعتداء قد يجعل مصار الطفل المستقبلي مختلف تماما لهذا عندما نذهب للإسلام التعامل الإسلامي والفقهي مع الشخص الذي يمارس مثل هذا النوع من الانحرافات السلوكية هو أمر حازم جدا يعني أنه يقتل أو يعني يعملون لماذا؟ لأن فعله الذي يعمله آثاره تبقى مستمرة في الإنسان الذي وقع عليه هذا الاعتداء عندك آثار تتعلق بالجانب النفسي عندك آثار قد تتعلق أيضا بالجانب السلوكي هو في ذاته يعني هوية الجنسية الإحساس بالعار الإحساس بالظلم الإحساس بأنه شخص ما عنده شيء يعني يعتز به يعني كرامته سربت هذا الشخص فيعيش فراغ رهيب فراغ نفسي وفراغ روحي طول حياته إلا إذا عمد إلى بعض العلاج النفسي والدعم النفسي والتوجه النفسي فهنا ربما يستطيع أن يستوعب أو يسترد بعض العافية وهذه متى تكون في الصغر أم عندهم لا هذه طبعا يتلقى الطفل الدعم خلال فترة الصغر لكن بمرور الزمن ببناء الطفل لهويته ولفكره بعد أن يعي ماذا حصل به تماما يصبح يعني قادرا على أن يستوعب هذا الليل لكن في العادة نتائجها غير معروفة لأن هذا الأمر ليس يعني هذا الاحتداء هو عبارة عن مزيج من المشاعر مزيج من السلوك مزيج من فما تستطيع أن تعرف في أي جانب سيؤثر هذا الاحتداء على الطفل فلهذا هذا الأمر يعتبر يعني أمرا خطيرا جدا وأمرا حساس جدا طيب لذلك مرد على يعني بالتالي خلينا ما نفهمش الطفل إيش الأشياء الجنسية لا قدر الله حصل عليه اعتداء فهو لن يفهم وسينسمع الزمن هو ليس هكذا بل نحن الذي نعمد عليه أولا عندنا دور الوقاية دور الوقاية التي تحتمد على جعل الطفل يعرف أو يحمي نفسه من مثل هذه الأشياء لماذا؟ الآن الطفل نحن في الإسلام نأتي للمقاربة الإسلامية للمسألة الإسلام احتنى بتنشئة الطفل تنشئة سوية تنشئة الطفل تنشئة يعني تجعله يحمي نفسه ويعرف قيمة نفسه ويعرف كيف يمكن أن يتصرف في مثل هذه الحالات أنت الآن عندما تعلم الطفل على مسألة الستر العورة للصلاة أنت الآن تعطيله مناعة نفسية على ضرورة الحفاظ على نفسه الحفاظ على جسده فهذا الأمر الأمر الثاني الأمر الذي يتطلب من الآباء والأمهات جحل الطفل ليعرف أن حفاظه على نفسه على قيمته على مشاعره على هذا الأمر من دينه أيضا أنت عندما تذهب إلى مسألة الاستئذان يعني هي من الأخلاق التي يجب أن يتعلمها الطفل هذه كلها أمور تجعل الطفل يكون عنده استعداد ليفهم أنه يوجد هناك أمور يجب أن يحافظ عليها وأن تبقى يعني كما يقولون بعيدة عن أي مساومة أو يعني ممارسة لا تنازل عنه نعم فهذا الأمر عندما ثم نحن ربما تكلمت على بعد وقوع المشكلة هذا شيء نحن أولا الوقاية نعم نتكلم عن الوقاية لأنه عندما يقع هذا الأمر هذا الأمر يحتاج في بعض الحالات إلى التدخل مختص ليس فقط دور الأب والأم وأيضا الأمر الذي يجب علينا أن نعيه أو أن نخبر به الآباء والأمهات وهو أنك لا تجعل الطفل يحس بأنه يعني إن وقع له مشكلة مثل هذا يعني يخاف من أن يتكلم فيه أو أن يظهره لأن الكثير من الحالات أو في بعض الحالات الأطفال يمتنعون عن الحديث عن هذا المشكلة خوفا من الآباء والأمهات لماذا؟ لأنهم قد يخشون أنهم سيتعرضون للضرب ويتعرضون للإهانة ويتعرضون لبعض الردود الفعل السلبية فيجعل الطفل دائما هو يخفي حتى وإن حدث له كيف نطمن الطفل بهذا السياح؟ أنت الآن عندما تحاول أن تشرح له هذا الأمر تحاول أن تجعله يشعر نتكلم هنا عن ما قبل حدوث أي اعتداء عن الوقاية طبعا أنت الآن على الآباء والأمهات عندما يحاولون شرح هذا المسألة للطفل يشرحونها له بحيث يفهم الطفل أنه من واجبه حماية نفسه من أي غريب من أي شخص يعني غير مسؤول ويفهم أنه إن فشل في هذا الأمر أو إن حدث له شيء خارج إرادته يجب أن يحكيه للأب بعض الآباء ماذا يقول؟ أنت إذا حدث لك كذا أو كذا سأضربك سأعمل لك كذا فيحص الطفل أنه في مرحلة خطر يعني أن يحدث له شيء ويخبر الأب والأم فسيتلقى العقاب منهم أو سيتلقى تأنيبا منهم فبالتالي ماذا يحدث له؟ يصبح الطفل حتى وإن تعرض لشيء من هذا القبيل لا يحكي ولا يتكلم ولا يعني يجد مصار لهذا فلهذا على الآباء والأمهات أن يجعلوا أسلوب الحوار بينهم وبين الأبناء يجعلون الطفل يحكي يجعلون الطفل يتقاسم كل ما يشعر به كل ما حدث له الأباء والأمهات الطفل ذهب للمدرسة رجع يا بني ماذا فعلت اليوم؟ ماذا يعني مع من تكلمت؟ مع من التقيت؟ يعني هل تتكلمت؟ يعني يحاولون أن يفتحوا معه نوع من الحديث نوع من الحوار لماذا لكي بطريقة غير مباشرة يشعر الطفل بالأمان ويشعر أن الأب والأم مهتمين به يعرفون ما صاره ويصححون ويوجهون لكن إذا كان هذا الأمر غائبا والطفل يحس أن بينه وبين الأب مسافة بينه وبين الأم يعني طريق مقطوع أو مغلوق فبالتالي الطفل يكبت أو يدخل هو في صراح نفسي ذاتي وبالتالي وإن واجه مثل هذا المشكل الكبت والخوف من أن يقاسم هذا المشكلة مع الغير يصبح مشكلة مضاعفة ستزيد الأشكال طبعا لو هذا حوار بشكل عام في كل الأشياء والتالي سيناعكس على هذه القصة لكن بهذا الموضوع تحديدا ما الذي يجب على الأباء أن ينبهوا أطفالهم عليه في أي عمر نتكلم اليوم أيضا عن ثلاث سنوات ولا أكبر لا الآن عندك تشوف عندنا السن ما قبل الثاني عشر وعندنا السن ما بعد الثاني عشر جيد يعني ما قبل الثاني عشر من الثالثة إلى الثاني عشر في العادة الطفل هنا يكون في حماية الطفل دائما يلجأ إلى الأب والأم صحيح الطفل دائما لا يعتمد عليه بنسبة كبيرة دائما يكون قريب من الأب والأم فهنا دور الأب والأم في حماية الطفل يكون كبير جدا هنا يجب أن يوجه الطفل مثال يعلمونه إذا كيف يتعامل مع الغريب إذا جاء شخص غريب وأعطاك حلوة هل تأخذها أو لا تأخذها جيد إذا جاء غريب وبدأ يلمسك لمسات تحس أنها ماذا ستفعل هل تهرب هل تبقى فيعلمونه نمط التعامل هل تحدد اللمسات ونوعها مثلا؟ طبعا الغرباء دكتور عادي يعني ممكن يجي يحضن الطفل يقبله امرأة كبيرة تربط على الطفل هذا الأمر إذا كان الطفل مع أبيه أو أمه لكن إذا كان الطفل وحده وأحس أنه لماذا هنا الإشكال يعني في بعض الحالات الطفل عندما يضيع يذهب للمدرسة ويكون راجع نحن لا نستطيع وهنا المدخل الطفل في بعض الحالات يعلم أن الكبار دائما على حق وأن الكبار دائما على صواب وأن نحترم الكبار والكبار والكبار فهو يصبح الطفل لا يفرق بين الشخص الطيب صحيح بين الشخص السيء وفي العادة الطفل بالنسبة له السيء والحسن مبني على المظهر ليس على الفكر اي نعم فأنت الآن تلغلق الباب للتواصل الجسدي بأي شكل بداية طبعا بداية أنا أقول لك قبل السن الثانية عشر هذه طبعا نصيحة للكبار أيضا أن لا تبادر بلمس أي صف الآخر حتى ولو عن حسنية الأمور الآن تغيرت يعني ما يمكن أن تذهب وتحظل للطفل يعني الأمر هذا يجب أن ينبع عليها الطفل جيد لماذا؟ لأننا أصبحنا في واقع لا نميز فيه بين الصادق وبين المنحر بين الإنسان الآن هكذا الأمور أصبحت فلهذا يجب أن نرسم للطفل بداية أنه عليك أن تتعامل بهذا الأسلوب مع الغرباء بعد سن الثانية عشر هنا يكون إشياء أخرى واحدة منها اختيار الرفقة الصالحة أن تضمن أن الطفل سيكون مع أطفال في نفس سن الطفل يعني أنه ما يلعب مع أطفال أكبر منه أيضا أن يكون لعبهم دائما في مجموعات أيضا أن يعني مسألة الرحلات الخروج دائما تضمن أنه في مجموعات وأن هذه الناس أو الناس الذين يخرج معهم ناس أمناء يعني مضمونين هذه الأشياء يجب على الآباء أن ينتبهوا لها ابتداء جيد يعني أيضا حتى مع الناس القريبين أو البعيدين يجب الإنسان لا وأيضا اللباس أنا أنصح به أيضا من الصغر تربى البنت على الحشمة ويربى الطفل أيضا على اللباس المحترم جيد لأنه في بعض الحالات أنت الآن تعطي أو تجعل البنت تلبس لباس غير محترم من الصغر هذا اللباس أنت الآن تترك الطفلة أو البنت تذهب إلى الخارج هذا المحيط الآن لا نعرف ماذا يحول بحر يحول يعني السمك الطيب والسمك السيء أو ما تدري شيء فلهذا اللبس المحتشم ضرورة الأطفال حتى الأطفال حتى الأطفال لأنه شف قضية التنشئة اللباس ما تظن أنه أقول لك والله هذا الطفل الصغير يكبر لا علموا الحشمة من صغر لأنه هذه تنشئة طبعا نحن عندما نقول اللباس المحتشم ليس الحجاب لا يفهم الواضح لباس محتشم يعني يوجد الآن بعض اللباس يعني شرط قصير أو فلسطان قصير يعني حتى متجاوز القصر ما تلبس هذا اللباس للطفل يعني نتكلم عن أي عمر هنا تكلم عن الطفل منذ أن يبدأ يمشي ويخرج أبدا طبعا أنا هذه نظرتي ونربي عليها أبناء أنا ولماذا الحشمة وقضية يعني الاحترام الطفل لنفسه ولباسه هذا من الصغر أحيانا دكتور الطفل يكون واعي إلى درجة مثلا مثلا أنا أذكر لك مثال أنا مع ابنتي مثلا أعاني من هذه النقطة هي تأتي لتحاورني بهذا الموضوع أنا طفلة ما زلت لما أكبر سأرتدي الحجاب وأنا أعلم هذا واجب علي لكن أنا طفلة ولا أحاسب ولا أعاقب فلماذا أرتدي ملابس مختشرة هي المسألة هذا هو الإشكال الذي نحكي عليه الآن الآن المجتمع من كثرة ما بدأ يتفكك ما أصبح أن عندنا قديما كان عندنا نمط موحد صحيح تقريبا يوجد لباس الآن سايفين كل شيء أمامنا الآن أصبح الأمر مختلف تماما لكن يجب أن نجد تعليلات يا بنتي أنت عندما تذهبين للصلاة ألبس كذا وكذا يا بنيتي الله موجود هنا وموجود في الخارج فالتسبح قصدي تجد لها تعليلات ربطها ببعض المعاني الإيمانية نعم ببعض المعاني فهذه تنشئة لماذا نجد بعض المجتمعات من الصغر يعلمون أبنائهم على هذه المسألة عن مسألة الحجمة والستر ولماذا نحن هذا اللباس الذي يلبسه بعض الأطفال يقينا أنه ليس من ثقافتنا صحيح يقينا يعني بعض الشرطات أنا رأيتهم يعني قصير جدا شرطات هذه الأشياء قديمة نعم الآن البطن الظاهر نعم مثل الإشكال أيضا للأطفال الشبابنا هذا السراويل الضيقة والممزقة هذه أيضا من الأشياء التي يجب على الأطفال والآباء أن يعلموا أبنائهم ويمنعونهم من استخدامها ومن لباسها هذه الأمور يعني الآن كما يوجد يعني شخص يتربص أنت ما تجعل الطفل موضوعا له أو أنك تفتح المجالات يعني هذا اللباس الذي يلبسه هذا الطفل أو هذا طريقة المشي أو طريقة الكلام أو طريقة التعامل كلها عوامل تنشيئية تربوية أنت ربيت ابنك عليها وأنت ربيت ابنتك عليها جميل فعندما يكون الطفل عنده توازن من صغره وعنده يعني توجهه سليم هذا الأمر سيعطي نوع من الانطباع على أن هذا الطفل سيحافظ على نفسه يحافظ على دينه يحافظ على أخلاقه وأيضا ربما مسألة التنشيئة الإيمانية التنشيئة الإيمانية هي نقطة من النقاط المهمة وهي أساس هذه في الوقاية طبعا هي في الوقاية وأيضا فيما قبل بعد لأن الإيمان يعطي للإنسان معنى لوجوده أنا كنت أحكي الآن تلقائيا الطفل الذي يربى على الصلاة على يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى على يعني النظر إلى نفسه وجسده بمعاني إيمانية سيجد بالسهولة أن هذا الطفل يتجنب أي شيء في حرج في سوء أدب في سوء أخلاق في لباسه في كلامه في كذا فأنتنا الآن بقدر ما تبعد عن الدين وتحاول أن تجعله يعيش حياة مختلفة عن الحياة التي من المفروض أن يكون عليها سيكون موضوع للخطأ أو سيكون عرضة لمن يخطئ في حقه صحيح فهذه بصفة عامة ربما بعض النصائح التي نود أن نوجهها يعني الأبا أو المرحلة جميل طيب تحدث دكتور أنت في حديثك قبل قليل عن موضوع يعني ضرورة وصولنا مع أطفال للمرحلة أن يتكلموا معنا يحاورون فيخبروننا في حال حصل ما حصل شيء هذا في طفولة مبكرة أو أكبر من ذلك لكن على فرض أن الطفل لم يتحدث بغض نظر عن السبب هل من طرق أخرى لمعرفة أن طفلي أو ابنتي أو ابني تعرض لأي اعتداء أو تحرّل جسدي أو جنسي صحيح هنا يوجد بعض المعالم النفسية والجسدية الأباء والأمهات في العادة يعرفون سلوك أطفالهم أين الطفل الذي يتعرض لنوع من الإساءة طبعا نحن عندما نتكلم عن الإساءة لا نتكلم عن الإساءة المباشرة لبعض الحالات قد يتعرض إلى إساءة لفظية أو إساءة يعني في المحاملة في اللمس بالكلام بالإيحاءات فإذا وجدت أن الطفل يعيش نوع من الخوف يعني أصبح ينزوي ينطوي وحده أصبح عنده ردود أفعال غضب سريع بدون مبرر أصبح عنده نوع من المحاولة الإذاية لنفسه هذه الأمور مجتمعة أو يعني منفصلة قد تحدث يعني بعض الأطفال رد فعلهم يصبح انطوائي يجلس في مكان فجأة وهو لم يكن كذلك نعم فهنا يجب أن تعلم أنه يوجد هناك شيء تغيير الطفل يصبح عنده آلام في جسده لباسه متسخ لباسه ممزق هذه كلها معالم إما أن تكون جسدية أو نفسية هذه التحولات المفاجئة على سلوك الطفل أو على نفسيته أو على مشاعره على ردود أفعاله كلها مؤشرات على أن هناك أمرا حدث جنسي أو غير جنسي قد يكون مشكلة أخرى لكن كيف نصل إلى المشكلة هنا؟ هنا يجب أن أنت إما أنك تتكلم مع ابنك تهدئه تحاول أن تجده طريقة مدخل تخرج معه أو تسأل أصدقائه تذهب للمدرسة تحاول أن تعرف هي الأفضل أن الآباء والأمهات يعودون أبناءهم على أن يكون الحديث منشرح في الحوار في الحديث تكلمنا من البداية أول يوم المدرسة عندما يذهب الطفل أو حتى قبلها ماذا فعلت اليوم ابني؟ ها هل نجحت؟ فتحت التمرين ما فتحت الأستاذة؟ هل كافأك؟ فالطفل يصبح عنده نوع من الروتين في أن يحكي يومياته للآباء والأمهات فبالتالي يصبح هناك أمر طبيعي تلقائي لكن الآباء الذين عندهم حاجز في هذا المسألة هنا هذا الحاجز سيخلق إشكاليات أخرى فيما يخص تعامل الطفل مع الأبناء وحتى الابن مع الأب أو الأم فيما يخص أن يحكي لهم ما يحدث له أو ما تعرض له من إذا نعم طيب بالعودة دكتور إلى موضوع الأثر والعلاج مع بعض على موضوع العائلة تحدثت في بداية الحلقة أن هناك حالات كثيرة من اعتداءات وحسب الإحصائيات تكون من نفس العائلة وفي هذه الحالة يكون ربما السكوت أو الإبقاء على سرية الأمر أكثر من المكان الخارجي ولكن في التأثير النفسي أنا اليوم إذا اعتدى شخص في منطقة ما في مدينة ملاهي مثلا مثل الخبر الذي انتشر قبل أيام المصر قد يتأثر طفل نفسيا من هذه المنطقة فلا أذهب إليها لكن لما يكون الاعتداء من داخل العائلة الأثر بالتأكيد سيكون أكبر أنا بالنسبة لي في مسألة مثل هذه طبعا الأمر في حساسية شديدة أين أعلم؟ بالأخص إذا كان هذا الأمر وقع على شخص قاصر طفل صحيح فهنا يجب أن الموضوع يفتح طبعا الحكمة تكون موجودة لكن يجب أن نعلم هنا أن نقدم أن نقدم مصلحة الطفل النفسية على بعض الأمور المرتبطة بالأمور القرابة أو الأمور المتعلقة بالعلاقة الموجودة مع الشخص لأننا عندما نتكلم على هذا الأمر من ناحية الشرعية هذا من ناحية الشرعية عنده حكمه وعنده توجهه لكن من ناحية النفسية تعال أعلم أن الطفل بما أنه سيرى هذا الشخص الذي ما رصع معه هذا الشيء أو الذي اعتدى عليه بقدر ما يراه بقدر ما يرسخ هذا الإحساس النفسي وهذا الأذى النفسي وهذا الأوجاع والآلام النفسية التي حدثت له يعني هذا الأمر ليس بالبساطة التي قد ربما ينظر إليها بعض الناس عدم حديث الطفل أو الكبت الذي يحدث للطفل أو عدم مشاركة الطفل لهذه المشكلة لا يعني أبدا أنه داخليا سليم ولا يعني أبدا أنه متقبل لهذا الأمر ولا يعني أن سكوتك عنه أو رد مكالهاته الإشكالية أنها قد خلتك سينهي الأمر لا أبدا فلهذا يجب أن يحل الأمر بطريقة سليمة إما أن يبعد الرجل هذا الشخص الذي عمل يعني قال يعني يجب أن يكون هناك إبعاد الشخص عن الموضوع هو كل مكان أقرب كل مكان أصعب أصعب جدا أصعب جدا لهذا الوقاية هنا هي الحل الوقاية تكون أسلم بالطبع لكن يتكلم عن حالة حدث لا قدر الله يجب أن يبعد أو يبعد الشخص هذا مهما كان قريبا خال عم أخ مهما كان أب مهما كان يعني طبعا لماذا لأنه يعني هنا إلا إذا كان نوع من العلاج طبعا الحالات تختلف من طفل إلى آخر من شخص إلى آخر لكن في العادة في العادة وأنا أرى أن شوف المعالجة الإسلامية لهذا الأمر حكيمة يجب أن يلغى هذا الشخص لماذا لأنه الآثار النفسية تبقى موجودة بالأخص إلا إذا إلا إذا الله لطف بهذا الشخص واستطاع أن يستوعب هذا الأمر بطريقة أو بأخرى لكن في العادة نحن نتكلم أن الآثار النفسية تبقى موجودة وأن هذا الأمر لن يزل أنا رأيت حالات يعني بعض الناس يعني كما يقولون ليس فقط الشخص الذي مارس وإنما أنا رأيت حالة حالة بنت احتدى عليها شخص قريب منها أين يعني الشخص الذي احتدى عليها كان فيه رائحة الدخان يعني هو مدخن أين فأصبحت بمجرد أن تشمرح التدخين تصاب بالغثاين يا الله رابط أصبح فقط رابط الرائحة فما بالك بالصورة والأشياء التفصيلية الأخرى فالأمر ليس بالبساطة التي قد يتصورها الناس الموضوع خطير يحتاج إلى وقاية إذن شديدة جدا وقاية شديدة وأيضا على الآباء والأمهات الانتباه أنا أقول إذا الآباء والأمهات استطاعوا أن يطبقوا الأمور الشرعية في التربية ستر العورة مثلا بعض الآباء لا تستهي يعني أنا أقول هذا الأمر لا يعني تستسهي للأمر بعض الآباء يستحم يخرج يعني بنصف لباس حاول أن تعلم يعني تعرف يعني يسطر فقط الجزء الذي يجب أن يستهي أين لا حتى هذا الأصل أني طبعا حاول أن تنشر العشمة في البيت يعني لا تحاول أن تتساهل في قضية التعريب بعض الآباء والأمهات يتركون الطفل يقول لك ما زال صغير يجري بدون لباس في البيت أو كذا هذا الأمر لأن الإسلام تعرف الإسلام في هذه المسألة ونرجع تعاليم الإسلام في هذه المسألة فيها حساسية شديدة يعني أن الإنسان وسطر عورته وسطر يعني جسده وكذا هذه الأمور يجب أن تصبح ثقافة ضمن الأسرة ما يكون فيها تساهل لهذا نحن نقول اللباس المسألة التعامل كلها أمور مهمة جدا لأن الوقاية حتى ولو نتشدد في الوقاية أفضل من أن يبحث الإنسان عن حلول فيما والمسألة في بعض الحالات لا تتعلق قد تربي ابنك قد تجعله الطيف المتفتح تمام لكن الموضوع أن هذا الخطر قد يأتي من الخارج قد يأتي من شخص آخر أنت تكون عندك عقلية متفتحة بين قوسين كما تفهم أنت لكن الغير المجتمع الذي تعرفه هل يفهم الأمور كما تفهمها أنت؟ لا جميل طيب بالتالي دكتور مثلا لو تحدثنا عن إعطاء الأولاد والبنات الأولاد بشكل عام ذكور أو إناث مسؤولية الاعتماد على أنفسهم خاصة خارج المنزل من أي عمر يكون هذا؟ خوفا من هذه القضايا هو بعد السن الثاني عشر إذا كان الطفل أهل ويعني علم وربيا يكون ما فيه إشكال أبدا لكن قبل لا قبل الأفضل يكون بالمرافقة وطبعا المحيط الاجتماعي له دوره في الحكم على الأشياء بعض المحيطات الاجتماعية تكون نوعا آمنة لكن بعض المناطق المفتوحة أو عندما تكون هناك مناطق تسوق لأنه الغالب في الغالب الأحداث هذه تحدث عندما يكون الطفل بعيدا عن المراقبة في سن هذا الأمر لهذا مثلا يعلم الطفل في قضية المصاعد الصعود والنزول إذا وجدت شخص كبير وحدك وأنت سغل لا تسعد يجب تعلم هذا الاجتماعي لماذا؟ لأنك الآن في مرحلة الوقاية يعني طبعا قد يكون فيها نوع من التشديد لكن أنك تشدد لتحمي الطفل أفضل من أن تتساهل ثم تصبح لأنه أنا جاءتني حالات أنا رأيت حالات أطفال في عمر الظهور في المصاعد في كذا يقعون في هذه الإشكالية في المصاعد في هذه الفترة القصيرة فقط يعني لأنه الاحتداء ليس دائما احتداء يعني قد يكون هناك احتداء يعني تمهيدا يعني بعض الحركات التي ما تكون مناسبة للطفل له فلهذا نحن نأخذ لهذا قلنا نحن الإساءة الجنسية الإساءة الجنسية بكل معانيها ليس فقط الإساءة الجنسية بالمعنى الاحتداء الفعلي الذي يقع عليه لهذا لماذا؟ لأن هذا الأمر قد أيضا يحدث للطفل نوع من الفزع والرعب والخوف لأن الطفل عندما يرى إنسان يعني بالغ يعني يقترب منه بطريقة غير طبيعية فهذا يخلق عنده هلع أيضا وخوف وأثار نفسية فلهذا بالنسبة لي أن الطفل قبل سنة الثانية عشر بقدر ما يكون ضمن صحبة أبيه وأمه ويعلم طريقة الاقتراب من الغرباء أخذ الأشياء من الغرباء طريقة بعض الحالات يأتي حتى يعلم أنه لا تقدم المساعدة للكبار لا تقدم المساعد تحت الثانية عشر تحت الثانية عشر لماذا؟ لأن بعض الناس يستغلون يقولوا تعالي ابني أو أنت كذا ساعدني نبحث على قطتي نبحث على شيء نبحث على شيء فالطفل بدافع عمل هذا بيعمل خير يعني لهذا أنا أقول قبل في هذا السنة الأفضل أن يكون الأطفال قريب إما يلعبوا قريبين من البيت أو أن يكون ضمن رفقة إذا خرجوا أو ابتعدوا لماذا؟ لأن الوضع هذا إذا كان المجتمع أو المحيط آمن هنا حالة خاصة لكننا نتكلم على المرات لا يوجد أمان في مجتمعنا اليوم فلهذا بقدر ما يكون الأباء والأمهات حازمين فيما هذه المسألة يكون أفضل جميل فلهذا مثلا قضية هذه المعاني ويكون هناك معنى بعد سنة الثانية عشر الطفل يتعلم يصبح عنده وحي يصبح عنده قدرة على الدفاع على نفسه هنا يكون الطفل الذي نركز عليه قضية الرفقة قضية عدم مصاحبة منهم أكبر منه سنا أيضا المحيط الذي يكون فيه يكون هناك أقل ولا الأمر أخذ لكن قبل هذا السن يحتاج متابعة من الأباء وأيضا نوع من الوقاية الشديدة نوعا ما لأن هذا السن كما ذكرنا الطفل يكون معرض أو أكثر عرضة مثل هذه التداعية جميل دكتور عمر على الفيسبوك بيقول نتمنى لو تستقبل أسئلتنا في التعليقات نستقبل أخي عمر اكتبها لنا ويا مرحبا بها في الدقائق المتبقية القليلة لعلنا نستطيع الإجابة عنها سطاوف يقول أو تقول بالله عليك لما تجرد مجتمعنا بالكلية من مبادئه الأخلاقية والدينية والحيائية وتعطل أمامه شرائع الله عز وجل وتقهر المجتمع قهرا حتى أصبح المجتمع تفكير كله فقط كيف يجلب قوته اليومي ونحن نعيش في مجتمع إسلامي يعني بتقول والإسلام يحسن على التعلم ونسلك طريق العلم وبالتالي بعد كل هذا التعطيل نجد على مدى بعيد أننا أنتجنا مجتمعا جهل بمعنى الكلمة وبعد ذلك نجد فكرة القوية أكل الضعيف متفشية في مجتمعنا الإسلامي والأسف هذا من وارى كل من ولا أمور المسلمين نسأل الله السلام على يا رب هل هذه الإشكالات الموجودة في مجتمعنا اليوم ابتعادنا عن الدين وما إلى ذلك وكل هذه القصص التي ذكرها سطاغف هل فعلا ممكن تكون المسببات لهذا الإشكال؟ ورما يصدر واحد يعني لكي نكون صادقين مع هذا الأمر مسألة الانحراف هذا الأخلاقي والسلوكي هي مسألة متعددة للمجتمع الدور في هذه المسألة للأسرة لمن هو في مسؤوليات أكبر لماذا؟ لأنه أنا أقول لك شيء الآن إذا أصبح هذا الإنسان المحتدي يأمن العقوبة من أمن العقاب يعني أصبح يفعل كل شيء فلو كان المجتمع أو القانون رادع بطريقة حازمة مع هؤلاء المحتدين أو الناس الذين عندهم انحرافات وأيضا المجتمع في ذاته ينبذ هؤلاء يعني لأن هذا المنحرف في الأخير عنده أسرة عنده أصدقاء عنده مجتمع يعيش فيه لو كل واحد يقوم بدوره لكان هذا الأمر على الأقل لا نقول يختفي لكن تكون نسبته ونسبة وقوعه أقل هي كما ذكرت السيدة أو الأستاذ يبدو الإسم مصطفى كتب لي الآن هو أمر الدقيق يعني هذا الأمر للأسرة فيه دور للمجتمع فيه دور لكن حتى لا ننتج أشخاص أكثر ممن هم موجودين الآن من هؤلاء الوحوش البشرية كما اسميتهم دكتور اليوم الانفتاح الموجود يعني يجب أن ننغلق على أنفسنا كثيراً ليست خضية انخلاق ما الذي يجب أن نفعله اليوم ليست خضية انخلاق تفتح الإنترنت دكتور صحيح يؤدي بالشباب إلى الوقوع بهذه الانفتاح للأسف أفلام الكرتون ما أنت ذكرت التك توك اليوم ما شاء الله عالم فزيح ومليء تنزل على الشارع أيضاً النواحي التربوية للأسف ليست كما كانت سابقاً كيف السبيل اليوم لحماية أبناء ليس من التعرض للإساءة أن لا يكونوا وحوش البشرية في يوم من الأيام أنا الذي أنصح به دور الأسرة دور المجتمع أنا هذا يعني المجتمع هو الركيزة يعني المجتمع بمعنى المسغر والكبير أنت الآن تسكن في عمارة هذه العمارة أو أنت في مدرسة مثال لأن بعض المدارس أيضاً للأسف حتى هذه الإشكالات أصبحت تقع أيضاً بعض المدارس أنت الآن كمدير مدرسة حاول أن تختار طاقم التدريس يكون أمين ويكون يعني متمتع بالأخلاق وتحياتنا المعلمين الأساتذة الكرام لكن نحن نتكلم على المجتمع المفتوح هذا أيضاً أنت تسكن في عمارة في بناية هذه البناية يجب على الأقل أن يكون فيها نوع من السيطرة نوع من نبذ مثل هذه الأشياء تعرف من هو مساكن فوقك ومن هو تحتك يكون هناك نوع من التنسيق التعاون إذا كان يوجد أي شخص في هذا النوع من السلوك يجب أن ننبذه اجتماعياً على الأقل أو نحذر منه أو نبتعد فيجب أن يكون شيء من هذا يعني حركة طبعاً الآن مجتمع مفتوح الوسائل التواصل المفتوحة العالم الخارجي كله أصبح يعني يعيش ضمنه يجب أن يكون أكبر فيكون هناك نوع من التنسيق على الأقل في الأماكن الذي يعيش فيها الإنسان لا يمكن أن يسكت على هذا الأمر لا يجب أن يصبح طابو نراه ونسكت ولا نحاول أن لأن نعيش بعقلية ماذا نسميها نحن العار بل علينا أن نواجه هذا المشكلة نواجهها بحيث أن نجعل حد فاصل بيننا وبين أي شخص يمكن أن يشكل رسالتك النهائية دكتور في نهاية هذه الحلقة في أقل من دقيقة أنا الشيء الذي يمكن أن أنصح به نفسي وأنصح به السادة المستمعين قضية بناء الهوية الجنسية للأطفال وبناء شخصية الطفل يجب أن يركز عليها خلال خمس سنوات الأولى الطفل يجب أن يجد أمامه أبا قادرا على أن يعطيه النموذج الصحيح النموذج السليم كيف يمكن أن يكون رجل المستقبل الأم يجب أن تعرف دورها أن تعطي أيضا هذا الدور وتنقوله بأمانة إلى البنت التي تعيش معها كل واحد من أفراد الأسرة عليه أن يعيش وأن يعطي وأن يعلم ما يجب عليه تعليمه لأن هؤلاء الأطفال في الأخير هم أمانة يحتاجون أن يتعلموا منا ويأخذوا الأشياء الصحيحة وإلا سيكون في الأخير هناك خسارة على مستوى الطفل والأسرة والمجتمع ككل لا قدر الله دكتور برحيم بوزيدانيا لإستشارة التربية ونفسي شكرا جزيلا لك ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الإضاءات والإضاحات التي شاركتنا بها مضيئة لطريق التربية في كثير من بيوتنا ومجتمعاتنا إن شاء الله شكرا جزيلا لك العفو سلامه كذلك شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لذي الحلقة من برنامج غراس حتى نلتقيكم بحلقة مقبلة إن شاء الله تكون معكم فيها الأستاذة علياء شاكر الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة